موسيقى نشرة الأخبار مع ساتق الشمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادة الأكارم نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من العراقية الإخبارية والبداية من عنوينها موسيقى رئاسة البرلمان تؤكد أن صرف الرواتب سيكون خلال اليومين المقبلين وتعلن إضافة حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن تمويل العدز المالي الملك سلمان بن عبد العزيزية تطلع لتعاون ثنائي مع العراق وقطاع الأعمال السعودي وكدوا أن افتتاح منفذ عرعر يمثل شريانا لتبادل المنتجات بين البلدين موسيقى وزارة النقل تعلن التواصل لتفاهمات مع الشركة الكورية بشأن مشروع ميناء الفاول كبير والبد بإجراءات العمل موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل النشر بعد تصويت مجلس النواب على قانون تمويل عدز الموازنة أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد أنه سيتم صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وأشار إلى أن البرلمان أضاف لخطة تمويل العدز المالي حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن هذا التمويل وخصص مبالغ حاكمة لتمويل إنشاء ميناء الفاول كبير هذا وكان مجلس النواب قد صوت على قانون تمويل العدز في الموازنة بتوقيت غير مسبوق في ساعات الفجر الأولى من اليوم مراسل العراقية الإخبارية أكد أن المجلس صوت على مواد القانون بعد الساعة الرابعة من فجر اليوم مشيرا إلى أن المجلس تمكن من تمرير المادة الخلافية مع الكتل الكردية وألزم حكومة الإقليم بتنفيذ بنودها كما أضاف نحو أربعمائة مليار دينار لمشروع ميناء الفاول ورفع المجلس جلسته إلى إشعار آخر وقبيل مغادرة النواب الكرد قاعة البرلمان وامتناعهم عن التصويت على قانون الاقتراض دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد القوى النيابية إلى الاستمرار بالتوافق وتوحيد الكلمة وإعطاء الكتل الكردية ساعتين من أجل التوصل إلى توافق أرجو أن لا نعطي المجال أول مرة يطلب مداخلة أرجو أن لا نعطي المجال لدخول التفرقة فيما بيننا لهذا أطلب منكم عطوة في هذا الوقت المبارك عطوة لهذه الشيبات للشيبات عطوة بس استحملون ساعات أقسم بالله إذا طلع ما يخلوه يرجع أقسم بالله أقسم بالله إذا طلع ما يخلوه يرجع والله العظيم وما ساعات في هذا اليوم بكثير لكي نمضي بروح أخوية وبتوافق ونسد الطريق على كل من يريد التفرقة لهذا البلد لهذا نطلب منكم ساعات هذا وأكدت اللجنة المالية النيابية أن قانون تمويل العز الذي صوت عليه البرلمان تضمن تسعة بنود وذكرت اللجنة في بيان أن القانون تضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والمعالجات للمحاضرين والأطباء وذوي المهن الصحية والأجراء اليوميين والعقود و400 مليار دينار لتنفيذ ميناء الفاو الكبير ومستحقات الفلاحين ومخصصات الأدوية والبطاقة التموينية ومكافحات وباء كورونا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اكد الملك سلمان بن عبد العزيز دعمه جهود الحكومة العراقية لتجنب العراق مآسي الإرهاب فيما أشار إلى أن بلاده تتطلع إلى التعاون الثنائي مع العراق بمختلف المجالات بن عبد العزيز في كلمة له بأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى دعا إلى تعزيز أواصل الأخوة والعلاقات الستراتيجية بين العراق والسعودية والتعاون في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي كما أكد مسؤولون وقطاع الأعمال في السعودية أن افتتاح منفذ جديدة تعرعر الحدودي مع العراق المزمع الأسبوع المقبل يمثل شريانا لتدفق المنتجات والبضائع السعودية للسوق العراقية المتعطشة لمزيد من خيارات الواردات السلعية والخدمية إلى جانب رفض المشاريع العملاقة المنتظر تنفيذها في العراق بكل ما تحتاج إليه من مواد وقال السفير السعودية في بغداد عبد العزيز الشمري إن المنتجات العراقية ممكنها دخول المملكة وكذلك المنتج السعودي عوضا عن الدخول عبر دول الجوال سيدخل مباشرة للسوق العراقي وبقل كلفة كل المنتجات الصناعية والزراعية والمواد الغذائية والصناعية التحويلية المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان أنهى ثلاثة تصاميم من أصل عشر للبدء ببناء ألف مدرسة في عموم العراق حال الشروع بالاتفاق العراق الصيني الذي يعطي العراق يوميا بمجبه مئة ألف برميل من النفط مقابل الإعمار ثمانية براتوكولات هي مجموع ما يشكله الاتفاق الصيني العراقي الذي تتحدث معطياته عن تنفيذ طرق حديثة وسريعة في جميع أنحاء العراق وإلى بناء ما يقرب من ثلاثين مستشفى بمواصفات عالمية كما يتحدث الاتفاق الذي سينفذ على مدى سنوات طوال عن بناء ما يقرب من خمسة وعشرين ألف مدرسة الحكومة العراقية أعلنت عن ألف مدرسة ستنفذ ضمن هذا الاتفاق بعد أن تم الانتهاء من ثلاثة تصاميم من ضمن عشرة أساسية عالمية خصصت لهذا الغرض أما توزيعها على المحافظات فإنه سيعتمد على الكثافة السكانية أنهل مركز الوطني الاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة وبإشراف مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بينها الثلاثة التصاميم من ضمن عشرة أساسية عالمية لبناء ألف مدرسة في عموم محافظات العراق ستحال هذه المدارس إلى أحد الشركات الصينية الرصينة ويتحدث الاتفاق عن إنشاء ما يقربه من 12 سكة حديد تربط المحافظات فيما بينها فضلا عن إنشاء مدن سياحية في الأهوار كما يعمل أيضا على إنشاء مجمعات سكنية بما يتجاوز الثمانية ملايين وحدة سكنية أما تنفيذ هذا الاتفاق في مجالاته الاستثمارية المتعددة فسيكون في إطار النفط مقابل الإعمار ما يقال هناك أكثر من سكة حديد يعني بين 12 أو أقل أكثر من سكة لأنه تعرفون كمية البضائع التي ستنقل بحدود أكثر من 90 مليون طن سنويا الإراق يدفع إلى صندوق معين مع قيمة 100 ألف برميل من النفط يوميا ليمول هذه الاتفاقية وتأخذ الجانب بناء المدارس بناء السكن الصناعة البتروكيميائيات الصحة وغيرها من البروتوكولات الأخرى ستأخذ طريقة إلى التنفيذ وبحسب المراقبين فإن الاتفاق الصيني فيما لو دخل حيز التنفيذ سيعمل على إحداث نقلة نوعية في المجال الاستثماري في البلاد أثير عادل العراقية الإخبارية ضغداد وفي مشروع ميناء الفاو الكبير أعلنت وزارة النقل التوصل لتفاهمات مع الشركة الكورية بشأن الميناء لحسم الأمور المالية والفنية للمشروع والبدء بإجراءات العمل وقال الوزير ناصر حسين الشبلي أن التفاوض ينحصر بشأن عدد الأمتار المكعبة لحفر الأعماق والذي على ضوئه حدث الخلاف بعد أن طالبت الشركة الكورية بزيادة المبالغ المخصصة للميناء مضيفا أن رئيس الوزراء وجه بالسرعة الممكنة لإنجاز المشروع بعد تجاوز العقبات التي تحول دون المضي بإنجاز هذا المشروع وفي ملفات الفساد المالي والإداري كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بالحبس على محافظ بابل السابق لإضراره عمدا بالمال العام بأكثر من 14 مليار دينار وقالت الهيئة في بيانة إن المدان قام بالإضرار بالمال العام عبر توقعه عقدا بين ديوان المحافظة وشركة العامة لصناعة السيارات لغرض تجهيز بلدية الحلة بآليات خلافة للقانون مبينا أن قيمة العقد بلغت أكثر من 14 مليار دينار أن محكمة جنح الحلة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية حكمت عليه غيابيا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات أدت الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة البصرة إلى انهيار منزل عائلة في ناحية عز الدين سليم شمالية المحافظة وقال مراسلنا إن الحادثة أسفر عن مصرع رب الأسرة وإصابة جميع أفراد عائلته البالغ عددهم أربعة أشخاص فيما شهدت محافظة ذيقار غرق أغلب الشوارع الرئيسة والفرعية حيث باشرت مديرية المجاري بسحب المياه من بعض الشوارع هذا وشهدت محافظات الأمبار وصلاح الدين يوم أمس موجة أمطار رعدية غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والمناطق السكنية وانقطاع التيار الكهربائي ترجمة نانسي قنقر ولمتابعة هذا الموضوع يضم معنا مراسلو العراقية الإخبارية من البصرة الزميل طارق صالح الطربوش ومن ذيقار الزميل محمد الهلالي السلام عليكم أبدأ منك طارق من آخر الأخبار التي وردت عن سقوط منزل أحد العوائل في البصرة متأثرة بالأمطار التي سقطت على المحافظة ما هي مجريات هذا الحادث؟ هذا من جانب من جانب آخر كيف تبدو البصرة بعد سقوط هذه الأمطار؟ نعم صادق لنبدأ من كيف تبدو البصرة بعد سقوط ليلة كاملة أو يوم كامل من هطول الأمطار عليها البصرة شهدت يوم أمس أو قبل أن نبدأ بسرد الأحداث وبسرد المنظر والمشهد بشكل عام مقولة تطبق على البصرة خلال موسم هطول الأمطار هي لا جديد يذكر ولا قديم يعاد من ناحية الصيانة للمجاري الموجودة في شوارع مدينة البصرة ومناطق مدينة البصرة وأيضا من ناحية تلك أغلب الشركات التي تقوم بالأعمال والإعمار في مدينة البصرة وشاهدنا منطقة براضعية هناك تلك من قبل الشركة المنفذة لصيانة هذه المنطقة وبالتالي أثر على الأهالي والشوارع والطرقات في مدينة البصرة الحكومة أيضا دائما ما تهرع ودائما ما كما تقول العشار لدينا هنا في مدينة البصرة وفي جنوب العراق دائما ما تفزع في هذه الأيام تحديدا وتهمل الموسم الطويل الصيفي الذي باستطاعة الحكومة أن تقوم بحلول مستقبلية لهذه المشكلة المزمنة التي أصبحت في مدينة البصرة البصرة دائما ما تشهد هطول أمطار دائما ما تشهد مع هطول الأمطار فيضانات في مناطقها مدينة البصرة غرقت ليلة البارحة هناك أمطار كميات أمطار كبيرة هطلت على المدينة اليوم صباحا بدأت بلدية البصرة بسحب المياه التي خلفتها الأمطار وبالتالي ربما عادت الحياة تدريجيا لبعض شوارع مدينة البصرة وعادت نرى الشوارع والاسفل في مدينة البصرة هذه الأمطار سببت بمقتل أو بهدم عائلة كاملة في منطقة الشهيد أو في ناحية الشهيد عز الدين سليم التابع لقضاء المدينة شمال البصرة بعد أن انهار المنزل على هذه العائلة وما أدى إلى هناك أخبار تقول وفاة رب العائلة وهناك تقول وفاة شخصين من هذه العائلة وإصابة العائلة البقية في كل موسم صادق مشاهد هذه المشاهد في كل موسم يخرج لنا أو تخرج لنا عائلة من كوبا أو عوائل أو منطقة من كوبا في هذه الأثناء المواطن البصرة الآن يبحث عن حلول مستقبلية يبحث عن حلول لهذه المشكلة لا يبحث عن تشكيل خلية أزمة من قبل محافظة البصرة ومن قبل بلدية البصرة ومن قبل الجهاد ذات العلاقة في هذا الأمر يجب أن تكون هناك حلول قبل موسم هطول الأمطار موسم الصيف طويل جدا في العراق بإمكان الحكومة المحلية أن تتحدث عن هذا الأمر لنتقل إلى محمد الهلالي مراسل عراقية في ذيقار محمد مساء الخير هناك صور لغرق مناطق كاملة في محافظة ذيقار كيف تبدو الصورة لديك أيضا؟ نعم صادق في أول اختبار لها أخفقت مشاريع مجاري محافظة ذيقار وتحديدا مدينة الناصرية والشوارع والأحياء المقدومة فعلا بشبكات مياه الأمطار بسحب المياه من الشوارع المهمة والرئيسية في محافظة ذيقار بعدما تعرضت مدينة الناصرية إلى منخفض جوي قادم من البحر الأحمر فجر الخميس حيث بلغت كمية الأمطار في المتر المربع الواحد 22 ملم اليوم مدينة الناصرية في وضع لا تحسد عليه من غرق الشوارع والشلل كامل في حركة السير أيضا هناك أعمال كثيرة توقفت في شوارع مهمة جدا في مدينة الناصرية اليوم مديرية المجاري استنفرت كل طواقمها وآلياتها البالغة أكثر من خمسين آلية لسحب المياه من المشاريع المخدومة وأكرر من الشوارع ذات المشاريع المخدومة في هذه المناطق ناهيك عن مناطق كثيرة في مدينة الناصرية صوب الشامية والجزيرة التي توقف بها أكثر أكبر مشروعين عملاقين لمديرية مجاري ذيقار هذان المشروعين من المشاريع الاستثمارية الوزارية والتي توقفت منذ أكثر من ثماني سنوات بسبب تلك الشركة وأسباب أخرى اجتمعت لتضيب إلى مصيبة أخرى وحزن آخر حمد عذرا للمقاطعة أنت تتحدث عن مناطق غير مخدومة غرقت نتيجة سقوط الأمطار طيب هناك مناطق أيضا مخدومة ولكنها أيضا غرقت بسبب هذه الأمطار يعني ما أعرف وين المشكلة بالضبط نعم صادق أنا تحدثت على مناطق مخدومة أنا أقف الآن في أرقى وأجمل شوارع مدينة الناصرية وشارع بغزاد فكيف الشارع الحبوفي وكيف الشارع الشيباني وكيف الجزيرة والإسكان ومناطق كثيرة اليوم تجولت في مدينة الناصرية صباح هذا اليوم لا توجد شوارع سهلة الحركة أو بها انسيابية الحركة بسبب غرق هذه الشوارع المخدومة صادق هذه الشوارع مخدمة من عام 2006 و2007 وحتى 2012 هذه المشاريع أخفقت وفشلت في أول اختبار لها لكن أنا أتساءل عن مناطق كثيرة في مدينة الناصرية لم تخدم بهذه المشاريع المتوقفة وطالما شكت الناس وحذرت المحافظة وحذرت الحكومة والبرلمان من الإسراع وبضرورة إنجاز هذه المشاريع المتلكية الأمانة العامة أيضاً لمجلس الوزراء تابعت مشروع شركة آبل إيرانية في الشطرة وشركة الموجودة الناصرية العملاق أيضاً في الناصرية الذي توقف منذ ست سنوات نعم صادق دعني أعود إلى طارق بسؤال أخير طارق البصرة دائماً ما شهدت مشاريع بالآوينة الأخيرة مشاريع تعبي طرق تبليطها موضوع مجاري أيضاً هذه المشاريع يعني بعد هذه الأمطار للأسف فشلت بهذا الاختبار نعم ما ذكرناه في بداية هذا المباشر هناك متسع من الوقت للحكومة أن تحاسب الشركات المتلكئة أن تكون رقيب فعلي على كل الشركات التي تعمل بصيانة شوارع وطرق مدينة البصرة وبالتالي لو كان موجود هذا الأمر لم تحدث هذه الفيضانات التي حدثت بعد أول الغيث من موسم الأمطار في مدينة البصرة يجب أن تكون هناك محاسبة يجب أن تكون هناك مراقبة على الشركات التي تعمل في مدينة البصرة هذه الشركات هي المسبب الرئيس في هذه الفيضانات وهذه الأزمات التي تحدث في مواسم الأمطار الزميل طارق صالح كنت معي من البصرة أشكرك شكرا جزيلا وشكر مصولي زميل محمد الهلالي مراسل العراقية الإخبارية كان معي بالصوت والصورة من ذيقار شكرا لكم شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية لضمان الاستقرار الشامل الكاظمي وخلال الترأسي اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بيّن أن حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية وأشار في مستهل الاجتماع إلى التحديات التي تواجه البلاد ومنها التحدي الأمني ووجه القوات الأمنيات كافة بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الإرهابيين وناقش المجلس الأوضاع الأمنية في محافظة ديالة والتجديد على ضبط الأمن فيها في صلاح الدين أكد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاطة افتتاح طريق السلسلة الجبلية وقال البطاطة أنه تم رفع أكثر من ثمانين عبوة ناسفة من جبال مكحول والطرق الخاصة به مبينا أن المنطقة لم يتم تفتشها منذ أكثر من سبع سنوات مشيرا إلى أنه تم تحديد المناطق المرتفعة وسيكون فيها مسك الأرض بقدرات فنية وكاميرات بعيدة المدى تصل إلى ثلاثة وثلاثين كيلومترا ومزودة بأسلحة وتجهيزات متطورة هذا وبعد عمليات عسكرية استمرت لعدة أيام أعلنت هيئة الحجد الشعبي انتهاء العمليات غربية الأنبار وقال قائد عمليات الحجد في الأنبار قاسم مصلح إن العمليات العسكرية حققت جميع الأهداف المرسومة لها في تطهير مناطق متعددة من المحافظة وتمكنت القوات من العثور على عدد كبير من الأوكار وتدميرها اليوم تعلن قيادة عمليات الحجد والعمليات الأخرى من الأنبار والجزيرة بانتهاء هذه المهمة اليوم نعلن انتهاء المهمة والانسحاب كافة القطعات من قاطع المسئولية أكثر من 7000 كيلومتر تم تضخير هذه المنطقة واشتركت بها كثير من قطعاتنا اللي هو بتمثلة باللواء 13 و17 و19 و18 و37 وكذلك المديريات الطبابة والأمن وكذلك مقامة الدروع كل هذه المديرات اشتركت في هذه العملية وتحقق هذا الانجاز العظيم جددت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في عراق جنين هينس بلاس خارت التأكيد على إيجاد بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل إبلاس خارت في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كاركوك راكان الجبوري أكدت أن الانتخابات المبكرة المؤملة إجراؤها منتصف العام المقبل ستكون مهمة للعراق داعية إلى اتخاذ إجراءات مدروسة لإغلاق مخيمات النازحين ويعادتهم إلى مناطقهم المحررة والمباشرة بإعمار إحا أجدد التأكيد على إيجاد بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل الانتخابات المبكرة المؤملة إجراؤها منتصف العام المقبل ستكون مهمة للعراق أدعو إلى اتخاذ إجراءات مدروسة لإغلاق مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم المحررة والمباشرة بإعمارها بعد العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية وتقديم الدعم المادي وتوفير السكن لهم أغلقت وزارة الهجرة والمهجرين 48 مخيمة في المدينة السياحية بقضاء الحبانية في محافظة الأنبار لإنهاء ملف النازحين في محافظة الأنبار وزارة الهجرة والمهجرين تغلق مخيمات المدينة السياحية في الحبانية بعد العودة الطوعية لهم والتي يبلغ عددها 48 مخيما تماشيا مع البرنامج الحكومي الذي أطلقها دولة رئيش الوزراء في البرنامج الحكومي لها ملف النزوح في العراق وانسجاما مع هذا التوجه باشرة وزارة الهجرة والمهجرين من خلال توجيهات مع السيد الوزير إيفان فايق جبرو بإنهاء ملف النزوح وإغلاق جميع المخيمات لجنة المصالحة المجتمعية حقيقة كان لها الدور الكبير أيضا في تخفيف كثير من المشاكل والإسراء بعودة العوال والله مثل ما كان الجميع ممكن هناك مثل ما يعرف الجميع طابع طابع عشائر في محافظة الأنبار لكن الحمد لله اليوم روح التسامح روح التعاون بين أبناء المحافظة أنتج نتيجة بطوي هذه الصفحة وانهاء هذا الملف إن شاء الله دائرة الهجرة في الأنبار أوضحت أنها تعمل على استقرار العائدين إلى مناطق سكناهم الأصلية من خلال تقديم الدعم المالي وبناء المنازل التي دمرت أثناء فترة النزوح قمنا بوضع برنامج خاص لعودة العوال وحل مشاكلها لأن هناك بعض العوال لديها مشاكل عشائرية وأمنية وربما تكون مادية قمنا بحل هذه المشاكل بالتنسيق مع شيوخ العشائر الموجودة ودعم العوال بالبناء الدور المهدمة وترميم الدور المتضررة داخل مناطق العودة تسجيعا لعودتها إلى مناطقها الأصلية والله العالم تعبت والمهجرين تعبت ونشكر أحنا كل من ساهم بهذا العمل ونشكر جميع من قام بهذا العمل الطيب نشكر عمل اللي عادت النازحين اللي عادت هسا والخيم هاي أشوفها طوة الخيم هسا ما ظلت خيم خلاص إغلاق مخيمات المدينة السياحية وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم يأتي ضمن جهود الحكومة المركزية لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي في محافظة الأنبار باسم الشمري العراقية الإخبارية قضاء الحبانية بسبب تأخيرها وعشوائية توزيعها تسببت الحصة التموينية بإرباك للمواطن نتيجة توزيع أربع مفردات فقط دون غيرها في أوقات غير منتظمة في الوقت الذي تعز فيه الشركة العامة للمواد الغذائية تأخر المفردات إلى عدم توفير التخصيصات المالية والتي تصل إلى ملياري دولار مثل هلال العيد يصف المواطنون الحصة التموينية توزيعها أشبه بنظام التقصيط كل شهرين أو ثلاثة لأربع مفردات فقط حتى تشابكت الأشهر على المواطن وتاهت علي سالفة الحصة كما تشابكت الرواتب من بعدها جابونا قبل ثلاثة شهر استلمنا تمينات وهذه خلص بس تمينات الشكرات هم يروح عن أربع تشهر وتدفع للوكيل كروتين تدفع يجرتين يجي من الشكرات وحدين تدفعهم وتيجي تمام الوحدين وهذه خلص الشكر شاي بقوليات هاي نسيناها راح تصالها بالسنتين أو أكثر من سنتين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تعزو سبب تأخير توزيع مفردات الرز والسكر وزيت الطعام والطحين إلى قلة التخصيصات المالية وتؤكد حاجتها إلى ملياري دولار لتجهيز المواطنين بجميع المفردات الغذائية بدأت مادتي السكر وزيت الطعام تصل إلى المخازن وإن شاء الله في دورها تصل إلى المواطن بالنسبة إلى تذبذب المفردات أو عدم إيصالها يقع بالنتيجة أو بالأساس إلى عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لتغطية حاجة 12 شهر تقريبا بحدود أكثر من مليارين يعني مليارين دولار لكن الحمد لله في ظل هاي الظروف وفي كل هاي الإمكانيات القليلة الوزارة إن شاء الله جادة في توفير هذه المفردات بالوقت المناسب الأزمة مو أزمة مفردات بطاقة تموينية يعني هي أزمة اقتصادية لعموم البلد يعني هل سعنا الموظفين مستلمين رواتبهم صار 50 يوم فالأزمة أزمة مال يعني مو أزمة مفردات بطاقة تموينية توفر تخصيصات المالية نقدر نوفرها وبأسرع وقت لا طيفك يمر بيها ولا دير التلف فيها هكذا هي مفردات البطاقة تموينية لا زيت ليمشي الحال ولا شاي ليريح البال ولا سكر يحليها علي الأحمد العراقية الإخبارية بغداد المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون أكد للعراقية الإخبارية حل أزمة توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال الأشهر المتبقية حنون شار خلال استضافته في نشرة سابقة إلا أن جميع وكلاء المواد الغذائية في عموم البلاد استلموا مفردات الحصة التموينية مبينا أن نحو 75% من الأموال المخصصة للوزارة لم تصل حتى الآن أزمة في وزارة التجارة نحسها بدأت بالانفراد تخصصنا ثلاثة وجبات من وزارة المالية الحصة الأولى أو الوجبة اللي واجترانا بها 80 ألف طن الموادات السكر وزعناها خلال الشهر الحالي و 36 ألف طن الموادات الزيت اليوم بدأت تجهيزة والباحة صدرنا بيان قلنا وزارة التجارة يعني اليوم كل وكلاء المواد الغذائية في بغداد و المحافظات استلموا لحصة التموينية استلموا موادات الزيت و أيضا قبل يوم من التفاوضنا مع منتج وطن للشراء 40 ألف طن الموادات السكر البطاقة التموينية حتى تستقر أربع مفردات لثمانية أشهر أو سبعة أشهر تحتاج مليار و 500 ألف دولار المخصصين لحد الآن ما يجاوز لـ 500 ألف دولار يعني بالضبط أكثر من 60-70% المبلغ المخصصين ما وصل الوزار 75 ما وصل رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها مختارون محلات السكنية إلا أن المبالغ التي يتقاضونها لا تتناسب مع عملهم الذين يقومون به خصوصا فيما يخص الإجراءات الأمنية إضافة إلى عدم التجديد لهم محافظة بغداد من جانبها أكدت أن سبب تأخر إطلاق البنح هو عدم وجود الأموال الكافية نتيجة للظروف التي يعيشها البلد إلى جانب الإجراءات الأمنية التي تؤخر تكليفهم لأربع سنوات أخرى مشكلات عديدة تواجه عمل مختار المحلات السكنية في العاصمة بغداد تقف عائقا أمام أداء مهامهم القانونية والإدارية فإلى جانب عدم تسلم مكافآتهم الشهرية منذ أكثر من ستة أشهر تقف الإجراءات الروتينية أمام إعادة تكليف الذين انتهت مدة تكليفهم البالغة أربع سنوات فضلا عن عدم إصدار أوراق ثبوتية لهم الـ 1600 مختار لحد الآن اللي يستلمون منحة هم فقط 88 مختار البقية ماكو إحنا اللي 450 ذول المنحة مالتهم جاي تجي وعد المحافظة ما جاي يصرفون هن الأوامر الإدارية قبل محافظة لحد الآن ماكو مصادق عليها اثنين عندنا فقرة الهوية الباج هسا عندنا تقريبا 1600 مختار لحد الآن مصادر باج له نطالب اليوم مجلس النواب وعضاء المحترمين تغيير فقرات القانون منها تبديل مدة التكليف محافظة بغداد أكدت أن السبب في عدم إطلاق المكافأة المالية يعود إلى عدم وجود تخصيصات مالية للمخاتير الذين صدرت لهم أوامر إدارية في الدورات السابقة من دون العودة إلى وزارة المالية أما تأخر إعادة التكليف فيعود إلى الإجراءات الأمنية وتدقيق القيود الجنائية وهي خارج صلاحيات المحافظة أوامر صدرت بطريقة غير صحيحة هذا عندنا حوالي أكثر من ألف أمر إداري بهذه المشكلة المفروض على الموازنة جديدة إذا أقر تخصيصاتهم يأخذون أموالهم طبيعية بالقانون كل مختار مفروض أربع سنوات يكلف أو يجدد تكليفه مرة أخرى ولكن هناك ضوابط أمنية من أدلة جنائية ومسائلة وعدالة وبعض الأمر الأخرى إذا تجي هذه الضوابط الأمنية يكلف طبيعي ويسلم راتبه ويصدر أمر داري لا يوجد كل مشكلة ويعمل مختار المحلات في عموم العراق وفق قانون خاص حدد مهمة عديدة لهم كمرافقة الأجهزة الأمنية عند التفتيش أو القاء القبض إلى جانب مسك سجل السكان ضمن منطقة عملهم فضلا عن سجل العائلات النازحة وغير العراقية وهي مسؤوليات كبيرة تتطلب جهدا كبيرا لا يتناسب مع ما يتقاضونه من مكافئات وتسهيلات بحسب قولهم من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية أكد وزير التربية علي حميد خلف خلال زيارته محافظة كربلاء المقدسة وضع خطة متكاملة استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد الوزير أشار إلى أن الخطة توضعت بالتنسيق مع خلية الأزمة الخاصة بجائحة كورونا لبدء الدوام الرسمي في التاسع والعشرين من الشهر الحالي التربية أعدت خطة متكاملة للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع خلية الأزمة وضع الخطة وسيتم مباشرة الدوام أو بدء الدوام الدراسي في يوم تسعة والعشرين التعليم المدمج الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني بسبب تداعيات أزمة كوفيد ناينتين اتجهنا إلى وضع هذه الخطة كان المقرر أن يكون يوميا في الأسبوع تقليدي وأربعة أيام تعليم الإلكتروني اجتمعت خلية الأزمة بحضور دولة رئيس الوزارة وكان رأي خلية الأزمة أن يكون يوم واحد يستطلاع الوضع بشكل جيد ثم تقييم الوضع تقييم صحيح للانتقال في المرحلة القادمة إلى زيادة عدد الأيام أو البقاع كيوم واحد في مؤشر على تواصل تسارع تفشي وباء فيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الاثنين والخمسين مليونا واربعمائة وواحدا واربعين ألف إصابة ووفقا لإحصائيات الجامعة جونس هوبينغس الأمريكية المتخصصة برصد إحصائيات كورونا تعافى أكثر من ستة وثلاثين مليونا بينما تجاوز عدد الوفيات المليون وستمائة وسبعة وسبعين ألف كشف مدير صحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير الحلفي أن اللقاح الذي أعلنت عنه شركة فيزر الأمريكية حقق نجاحا يصل إلى تسعين بالمئة وأوضح الحلفي خلال استضافته في نشرة سابقة أنه بحسب الاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات فإن العراق سيحصل على عدد جرع من اللقاح يساوي ما نسبته عشرين بالمئة من عدد نسماته وذلك بعد أن تتم الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية أعلنت فيزر طبعا فيزر شركة أمريكية مع بايونتك الشركة الألمانية تحدى في إنتاج هذا اللقاح أعلنوا بأنه حققوا فعالية تسعين بالمئة من تجربتهم التجارب الثالثة الأخيرة هذا يعني بأنه أنجزنا الآن الصفة المهمة باللقاح هو الفعالية يعني المناعية اللي يمطيها بقت صفة المؤمونية ننتظر إكمال تجاربهم حتى إذا حققت أيضا صفة المؤمونية للقاح عند ذلك احتمال يأخذوا الإجازة من الـ FDA وموافقة منظمة الصحة العالمية حتى يستطيعوا أن يوردوه إلى الدول هم يعني يتوقعون في نهاية العام أو بداية العام المقبل فإحنا حجزنا العشرين بالمئة مع تزاود أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة كاركوك انتشرت ظاهرة صرف الأدوية من قبل العيادات الطبية الخارجية خارج بروتوكول وزارة الصحة من جانبها حذر الصحة المحافظة من تفاقم هذه المشكلة وخطورتها على المرضى تعاني كاركوك مؤخرا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا لكنها ليست المشكلة الوحيدة التي يعانيها المصاب وصحة المحافظة على حد سوى حيث انتشرت مؤخرا ظاهرة صرف الأدوية من قبل العيادات الطبية الخارجية وكأنها علاج للفيروس خارج إطار قوائم وبروتوكولات الصحة العالمية والتي تعتمدها وزارة الصحة العراقية في مواجهة الفيروس وليس كعلاج صحة كاركوك وصفت هذا الإجراء بالخطير وإنه تم رصد عدد من هذه الحالات في كاركوك نرى أن المريض يلجأ في كثير من الأحلام إلى كوادر الصحية في شارع طباء أو في مجمعات وهنا يبدأ عملية ابتزاز المرضى على شكل تشخيصات غير ملائمة أو غير لا داعي لها بغية تحصيل المال من المواطنين ومن ثم كتابت علاجات غير مناسبة أيضا بغية ابتزاز وتحصيل المال من المواطنين أطباء المختصون في الشأن الوبائي دعوا المواطنين المصابين إلى مراجعة المراكز الطبية أو المستشفيات الخاصة باستقبال المصابين بالفيروس قبل الشروع باستخدام الأدوية والاعتماد على تعليمات الصحة العراقية محذرة من الاستخدام الخاطئ للأدوية والذي يسبب تفاقم الكثير من الحالات بعض الأدوية تم ترويج إلها بطريقة خاطئة وهي ليست أدوية علاجية لفيروس كورونا وليست أدوية وقائية لفيروس كورونا بل بعض الأبر مثل عبرت الأكتميرة وغير وغير لم تجد أي فعالية في علاج فيروس كورونا بل بالعكس زادت تفاقم حالة المريض تؤدي في بعض الأحيان إلى نسبة وفيات عالية في حال استخدامها على معظم المصابين في كثير من الحالات تسرع إحنا عدنا بالعزل منزلي إصاباتهم داخل البيوت عدنا ناس واصلين للمستشفيات ولكن في بعض الأحيان يروح يراجع بمنطقته عيادة موجودة الصيدة اللي موجود يعني صارت بشكل عشوائي يطلب المساعدة من هذول الأشخاص من الأشخاص المعنيين بالماضي وتعتزم صحة كاركوك تشكيل لجان تدقيقية لمعالجة ظاهر الصرف الأدوية خارج بروتوكولات وزارة الصحة لمواجهة الفيروس ومحاسبة المقصرين رودي أنور العراقي الإخبارية كاركوك في محافظة إيد هوك اتخذت دائرة سياحة إجراءات وقائية مشددة لفحص المسافرين القادمين للمحافظة بعد إعلان الحكومة المحلية استقبال السائحين من كافة المحافظات بعد أن أصدرت محافظة دهوك قرارها باستقبال السائحين من مختلف محافظات العراق تم اتخاذ إجراءات وقائية لفحص المسافرين الوافدين إلى المحافظة كما أوعزت دائرة السياحة في دهوك إلى أصحاب الفنادق بضرورة تعقيم وتعفير غرف النزلاء وبشكل دائم تحسبا من الإصابة أو انتشار فيروس كورونا كدائرة السياحة عدنا لجان تفتشية تعليمات تصدر من مدير عامل السياحة في محافظة دهوك دائما يعني اللجان تطلع تستقبل الغروبات السياحية فرضنا على أصحاب الفنادق كطريقة استقبال المسافر أو السائح يفرض عليهم التحقيمات واللبس الكمامات قبل ما يدخل إلى الفندق كل ما يصير عندنا مثلا مغادرة نقوم برفع الشراشف ورفع المواد المستخدمة من قبل النزلاء نقوم بتعفير الغرفة وتعقيم الحمامات والغرف والمصاعد والأبواب الداخلية والخارجية نقوم بتعقيمها وتعفيرها بشكل ممتاز الشركة السياحية بدورها قامت هي الأخرى بإجراءات وقائية من خلال تعقيم الباصات وضرورة لبس الكمامات داخلها وبشكل دائم للحرص على سلامة المسافرين بالإضافة إلى تعقيم كافة الحقائب والالتزام بالشروط الصحية خلال الجولات السياحية أول شيء يكون تعفير للباص، تعفير الثاني للجناط ثالث شيء الفحص للمسافرين بعد ما ينتهي الفحص المسافرين نوزع لهم الكمامات داخل الباص حتى خافي الشخص المعنده لأنه هي إجراءات وقاءات احترازية تكون من بداية الشركة لحد نهاية السفرة ورجوح البغداد من ناحية الفندق أصلا هو قبل ما يوصل القروب للفندق يكون الفندق متعفر وجاهز للسكن ومن ناحية إذا ينطلق القروب إلى برنامج صاحب الفندق ما يخلي القروب يطلع إذا ملابس كماما تعليمات وإجراءات وقائية تم العمل بها في القطاع السياحي للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة سرائيات ألالي لقي الإخبارية دوهوك أعلنت خلية الإعلام الأمنية توقيف خمسة متهمين بعد اعتدائهم على أحد الأطباء وعناصر الشرطة في مستشفى الفيحاء بمحافظة البصرة الخلية أوضحت في بيان أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء وتسببوا بأضرار في شعبة الطوارئ فور وقوع المشاجرة مشيرة إلى أن التوقيف وفق المادة 230 حيث قرر قاضي التحقيق إحالة أوراقهم إلى قسم مكافحة الإجراء من إكمال الإجراءات اللازمة اعتداء على الكوادر الطبية ليس بجديد ولا قديم مشاهد تتكرر بين الفترة والأخرى وتخريب طال الأجهزة الطبية وضرب طال الأطباء في قسم الطوارئ بمستشفى الفيحاء 9 إلى 10 أفراد دخلوا على الطوارئ وصار الاشتباك مع أفراد حماية المستشفى الأخوان أبطال سدوا الباب على الطباء حتى لا يحصل أي اعتداء على الطباء والكوادر وقاموا بصد هجوم هؤلاء الأخوان اللي هجموا بصدورهم حقيقة ما هم ممنوح من وسلاح في الطوارئ ما لديهم عدى إيديهم يعني على ضوء الحادثة دعا الأطباء الجهات الحكومية بتوفير وتفعيل قانون حماية الكوادر الطبية وإيقاف الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل شبه يومي الطبيب كتب لعلاج غير ينتظر ينتظر في ربع ساعة نص ساعة يعني العلاج وعلمين على ما يأخذ بشراء هو في نص ساعة هو كل ساعة يجيه على الطبيب صار زيان صار موزيان فهذا سبب الرئيسي اللي يخلي المشاكل نوي المواطنين بهذا شيء المريض يجيه من الثنين إلى سبعة ستة لا أجي أحد من دائرة صحة البصر لا أجي نفس المستشار القانوني ما دائرة أو ما الوزارة الصحة لا تم التأكيد لا صار اتصال من أي مسؤول على مودة تحس أنه انتهس بدولة محافظة على القانون دولة ما نحس الحد الآن أنه ماكو قانون لحماية الأطباء فقط حبر على ورق صور أصبحت مألوفة في ردهات المستشفيات ويبقى السؤال متى يطبق القانون في المراكز الصحية ومتى توفر الحماية الكاملة للكوادر الطبية أسئلة تطرح أمام الجهاد ذات العلاقة في انتظار الحلول من البصرة طارق الطربوش العراقية الإخبارية نظم مستشفى زين العابدين في محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون مع وزارة الصحة ورشة عمل طبية لمراقبة الفعاليات العصبية أثناء العمليات الجراحية فضلا عن توفير أجهزة طبية حديثة لتدريب الأطباء الأخصائيين للعمل عليها أجهزة مراقبة الفعاليات العصبية للعمليات الجراحية تعد نقلة نوعية في مجال التداخل الجراحي للدماغ وتفرعات الحبل الشوكي لذا تم تنظيم ورشة لأطباء العراق لكيفية استخدام تلك الأجهزة الدورة تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا عدة مرات وأيضا نصابت البعض من المحاضرين لكن الحمد لله إصرار الجميع على إجراءها ولكون أنها مرتبطة بورش عمل قامت مستشفى إمام زين عابدين باستيراد الأجهزة الخاصة بتلك التقنية ليكون التطبيق عملياً في خلال اليوم الأول من خلال ورش ومحاضرات عليها هيتش عمليات يعني تطلب أنه ورشة عمل تكون بصورة يعني دقيقة وبصورة تكون أكثر تشعبه وموحدة ممكن ثمينة وثلاثة وأربعة تتكرر هيتش عمليات أهميتها كلش مهمة بالنسبة للمريض يعني مريض راح تقل بعد المشاكل العصبية اللي ممكن تضغر بسبب هيتش عمليات مثل الأورام ممكن تصحيح الحبل الشوكي الورشة شهدت حضوراً ودعماً من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية كما تضمنت شرحاً تفصيلياً لآلية العمل على التقنيات الطبية الحديثة الناس اللي تشتغل على هذا الموضوع حقيقةً عداتها جداً قليلة ومن وراها صارت عندنا فكرة إقامة هذه الورشة حتى ندرب أطباء الفسلجة العصبية على النوع من الأجهزة والتدريب أيضاً راح يكون مو فقط نظري باشر إن شاء الله عندنا عمليات راح يكون تدريب فعلي على المرضى بإشراب دكتور محمد عمارة خصائل الفسلجة العصبية مواكبة للتطور العلمي المتعلق بالأجهزة الطبية الحديثة والعمل عليها نخبة من أطباء العراق انضموا للورشة الخاصة بمراقبة الفعاليات العصبية أثناء العمليات الجراحية حيدر الحاج العراق الإخبارية كربلان المقدسة ختام النشرة تذكير بعنوينها رئاسة البرلماني تؤكد أن صرف الرواتب سيكون خلال اليومين المقبلين وتعلن إضافة حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن تمويل العدز المالي الملك سلمان بن عبد العزيزية تطلع لتعاون ثنائي مع العراق وقطاع الأعمال السعودي يؤكد أن افتتاح منفذ عرعر يمثل شريانا لتبادل المنتجات بين البلدين وزارة النقل تعلن التوصل لتفاهمات مع الشركة الكورية بشأن ميناء الفاول كبير والبدء بإجراءات العام الممثلة الأممية تصل كاركوك وتؤكد ضرورة إيجاد بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وتدعو الانتخاذ إجراءات مدروسة لإغلاق مخيمات النازحين شكرا جزيلا لكرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة